الأهل يتأهل الدور قبل النهاية لكاس مصر بعد الفوز على المصري اتنين واحد في مباراة عصيبة كابتن شريف مباراة صعبة وفوز مهم وغالي لنادي الأهل ناية دي مباراة الكؤوس بتعرفش نادي جاعة تروح فين يعني وده اللي احنا كنا بننوح عليه ممكن أنا كنت متخايل السيناريو المباراة هيكون حاجة تانية خالص والأداء قبل الفاكرة قلتلك الفرقة اللي بتلعبنا الليها بمفتوح المفروض يبقى الأداء أسهل بالنسبة لنا ونص الملعب احنا بنقدر نستحوز عليه ولكن واضح تماما حاجة الأرهاق اللي هي كانت على الفرقتين يعني مش على فرقة نادي الأهل فقط يعني عشان تتلاحظ حتى الكرامبات وتلاحظ الشد وتلاحظ الباص اللي هو ضعيف جدا الرؤية التفكير الزيني مفيش يعني على الفرقتين باص مقطوع كرة الفرقة دي تاخدها تديها للفرقة دي الفرقة تاخده كرة تديها للفرقة التانية وكأن التعب على الساعة 6 كمان المباراة في الرطوبة اللي موجودة في اسكندرية كل العناصر لم تسفر غير عن خمس دقائق مسيرين جدا في نهاية المباراة المصري بيتقدم بهدف وبيحتسب وتسلل وده في كلامي في الهدف ده لبص الراجل الوفصايت نفسه راح بيشترك مع هو ده غالبا غالبا ها مواقع المتداخل غالبا هو ده التداخل غير كده طبعا كلنا مزبط متداخل لها عاملة ازاي وبعد كده ينجح المصري في احراز هدف بنفس الشكل اللي هي العرضية برضو من ضربة ثابتة هدف قويس جدا حقيقة مرون الحمد النهاردة بيلعب مباراة كبيرة جدا هو حسن السيد من ناحية المصري وشاء القدر ان الاهلي يعود للمباراة بخطأ غريب جدا من دفاع المصري ده راجل بيشد حسين شهد بدون اي لازم يقول اللي رايحة ناحية الجونه رايحة حاجة بيتسبب في ازاء فريقه بيقدر بتجزئه صحيحة جدا ويقدر علي معلول يعمل حالة التعادل ويتبقى المباراة موجودة في الملعب بقى في الاكسرا تايم حالتين متشابهتين بالزبط فرقتين منهكين جدا مش قادرين يعني جيين على طاقتهم وجيين على عضلاتهم اللعيبة كلها يمكن كانت الدوافع اكتر عند نادي المصري ان هو عايز يعود تاني وعايز بعد ما كان ليه سابق التهديف ان هو يقول كلمته ويطلع لغاية السيمي فاينال ولكن القدر والحظ لم يساعده كان الحظ بالنسبة لنادي الاهلي في الكرة اللي عدت القندوسي واستلامها كويس وصوبها كويس ودخلت جون وانتهت المباراة من ساعة الهدر ده انتهت يعني خلاص الواقع بقى موجود على عرض الملعب حاول لنادي الاهلي انه يعزز الهدف ولكن بالتعب وعن طريق تسلل وحاول لنادي المصري بنفس الشكل كرة وحيدة كان يقدر من ناحية اليمين يصوبها ويجيب هدف التعادل مباراة مسيرة جدا وفيها حاجات كتير جدا حنتكلم عليها اكيد وكباتن هيكرمو فيها مبروك ترجمة نانسي قنقر